اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقتلوا جميع ركاب الطائرة الروسية بعد سقوطها وتحطمها في اقصى شرق البلاد استقدمت ميليشيا اسد وايران مزيدا من التعزيزات العسكرية لمواقعها في حي سجن في درع البلد وذلك لاتباق الحصار على البدينة كما شهدت احياء درع المحطة قدوم تعزيزات عسكرية من مدينة ازرع واغلقت ميليشيا اسد جميع الطرق المؤدية لدرع البلد جاء ذلك على خلفية رفض اهل درع البلد تسليم مئتي قطعة من السلاح الخفيف طلبها الجنرال الروسي المدعو اسد الله المسؤول عن مسرحيات التسويات جنوب سوريا مهددا باستقدام مزيد من التعزيزات الى المدينة نبقى في درع حيث شنت ميليشيا اسد حملة دهم لمنازل اهالي البلد في مدينة الشيخة مسكين شمال المحافظة وذكر موقع تجمع احرار حران ان الميليشيا اعتقلت عددا من شبان المدينة اضافة لرجلين طعينين في السن وذلك في وقت تسعى فيه ميليشيا اسد لتجديد قبضاتها الابنية وفرض التسوية على اهالي المدينة معنا مباشرة عبر الهاتف من عمان ابو محمود الحوراني الناشط الاعلامي مرحبا بك معنا ابو محمود هذا الحصار الذي يشنه النظام والميليشيات الايرانية غلى درع وتحديدا على درع البلد ماذا يشمل في تفاصيله هل من جديد على سبيل التعزيزات العسكرية وماذا ايضا عن المواد الغذائية التي قال عنها البعض انها ممنوعة من الدخول نعم السلام عليكم حياكم الله تحية لك والاستاذ المشاهدين اهلا وسلم فيما يقضى التعزيزات يعني في الحقيقة لم تصل التعزيزات في الايام القليلة الماضية لكن التعزيزات بطبيعة الحال بشكل مستمر تأتي الى محافظة الدرع مطلع الشهر الجاري وصل التعزيزات الى مدينة ازرع وهذه تتبع لميليشيا الرضوان الايرانية قبل عدة ايام ايضا وصلت راجمات الصواريخ الى مدينة ازرع فيما يخص صباح اليوم قامت ميليشيا تابعة للفيلق الاول الذي يقوده اللواء مفيد قاموا باطلاق النار على احد منازل المدنيين في حي الكرك بدرع البلد قاموا باطلاق النار على هذا المنزل عندما كان يقوم اصحابه بترميم المنزل وتقوم هذه الميليشيات بشكل متكرر هذه الميليشيات المتمركزة عند مشفى درع الوطني وعند حاجز حميد الطاهر في حي الصحاري يقومون بزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة يطبقون الحصار لليوم الثالث عشر على الاهالي في درع البلد يقومون بمنع خروج اي احد من ابناء درع البلد من هذه المنطقة ناهيكم عن الوضع الكارثي الطبي الذي يزاد حقيقة مأساوية في درع البلد اثرى الحصار المطبق على هذه المنطقة الحصار الخانق الذي تتعمد الاجهزة الامنية التابعة للنظام والروسي الاحتلال الروسي الذين يشددون من قبضتهم الامنية على هذه المنطقة للأسف الشديد بدأت المقدوية تنفذ من درع البلد ناهيكم عن ارتفاع الحاد بأسعار الكثير من الأدوية ناهيكم أيضا عن وجود حالات لأمراض مزمنة في درع البلد تمنع قوات النظام خروج هذه هؤلاء المرضى من درع البلد شكرا جزيلا لك على مشاركتك مع نبو محمود الحوراني النشط الاعلامي كنت معنا مباشرة عبر سكايب بن عمان الى ادلب حيث قصفت ميليشيا اسد الطائفية بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات في جبل الزاوية جنوب المحافظة وشمل قصف الميليشيات الطائفية كلا من قرية الفطيرة ومحيطها ومحيط قريتي الحميمات والموزرة اضافة الى بلدة قنصفرة وقرية فليفل بجبل الزاوية جنوب ادلب من دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا اعلنت اسرائيل انها تقدمت بمقترح الى قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونفل لنقل مساعدات للشعب اللبناني واضح وزير الدفاع الاسرائيلي بني جانت انه عرض على اليونفل نقل مساعدات انسانية الى لبنان من خلالها وذلك بعد يومين من تأكيد جانت ان اسرائيل مستعدة لمد يد العون للبنان والعمل مع دول وجهات دولية كي تساعده في الخروج من ازمته الحالية استجدى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب المجتمع الدولي لانقاذ البلاد والوقوف بجانب الشعب اللبناني الذي لن يصبر على الجوع مشددا على ان اياما قليل تفصل البلاد على الانفجار والانهيار على حد قوله السورة اصبحت واضحة لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة ان لبنان يعبر نفقا مظلما جدا وبلغت المعاناة حدود المأساة فالازمات الحاد التي تعيشها اللبنانيون على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعيتها اي قدرة على الاحتواء لقد طال انتظار تشكيل الحكومة واللبنانيون صبروا وتحملوا اعباء هذا الانتظار الطويل لكن صبرهم بدأ ينفذ مع تعاظم الازمات والمعاناة وأصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني لأن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم أسقطت الدفاقات الجوية الأمريكية طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مقر سفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد وذلك عقب هجوم صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار تعرض موقع نووي على أطراف مدينة كارج غرب طهران ويطبع لوقالة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض لهجوم وأعمال وصفتها طهران بالتخريبية وقالت وسائل إعلام إيرانية أن أضرارا مادية لحقت بالمبنى من دون تقديم أي تفاصيل بشأن العملية جاء ذلك في وقت تجري فيه مفاوضات فيينا الرامية لأحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران قتل جميع ركاب الطائرة الروسية N26 البلغي عددهم 28 شخصا وذلك بعد سقوطها وتحطمها في إقليم كمتشاكا في أقصى شرق روسيا ترجمة نانسي قنقر ختم النشوة شكرا على طبيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر